مجمع من كل جهات كما تعلم على أن وفاة الرئيس الإيراني لم تكن لتأتي في ظرف أو واقع أكثر حساسية من الوقت الحالي فما الأثر الذي ستتركه على الملفات الخارجية خاصة فيما يتعلق بالسياسات المتبعة مع غزة مع العراق ولبنان هذه قضية مهمة جدا فيما يتعلق بعلاقة إيران الخارجية طبيعة التوجهات العامة للسياسة الإيرانية هي ترسم من قبل المرشد هو المسؤول الأعلى عن السياسة الإيرانية حسب الدستور الإيراني لكن في طبيعة الأدوار التي تنفذ هذه السياسة الخارجية وتترجمها على أرض الواقع هي مهمات الحكومة الإيرانية والمؤسسات ذات العلاقة منها وزارة الخارجية الحرس التوري البخابرات الإيرانية وجميع المؤسسات المسؤولة عن صناعة القرار إذا قيمنا المرحلة الحالية وهي حكومة رئيسي منذ عام 2021 حتى يوم 19 آيار شهدت العلاقات الإيرانية مع المحيط حالة من التصعيد وبعد ذلك حالة من خفض التصعيد ومبادرات السلامة التي عقدت منها اتفاقية بكينة التي عادت العلاقات الإيرانية السعودية وافتتحت السفارات بين الدول لكن أعتقد بأن الاختبار الحقيقي للسياسة الخارجية الإيرانية هو الذي بدأ منذ 7 أكتوبر حتى وفاة وزير الخارجية الإيرانية نلاحظ بأن إيران في وقت السلم تتصدى الملفات الخارجية من قبل فيلق القدس وقادة الحرس التوري لكن في وقت الحرب عندما وصلت المنطقة إلى حافة الحرب عادت إيران أو عادت صوت الحرس الثوري وقدمت الدبلوماسية أملا في تجنيب نفسها الدخول في الصراع وإنجرارها إلى ساحة الحرب وبالتالي نلاحظ بأن دور وزير خارجية الإيراني الراحل كان فاعلا جدا في التصريح في رسم المواقف الإيرانية حتى على مستوى المواقف العسكرية كانت تصدر من قبل وزارة الخارجية الإيرانية ولم تصدر من قبل المؤسسات العسكرية الإيرانية وبهذه الآليات وبهذه السياسة أعتقد أن إيران استطاعت أن تجنب نفسها الانخراط في مواجهة مباشرة مع الجانب الإسرائيلي أو مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس فقط على إيران هذا الأمر ينسحب حتى على وكلاء إيران في المنطقة يعني أنت تنظر إلى هذا الولاف بأنه هو الأكثر حساسية في هكذا وقت حساس طيب دكتور مهند هل تعتقد بأنه ستبدأ ملامح أو تداعيات غياب الرئيس الإيراني بالتبلور ربما بعد مرور خمسين يوما ما سيصلت الضوء بدوره على مدى قدرة المرشد الأعلى في تبيهيض الطريق أمام رئيس جديد للبلاد يعني هو توجد امتدادات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الإيرانية وفيما يتعلق بالوضع المستقبلي لإيران مسألة غياب وزير خارجية الذي كان له دور كما ذكرت بأنه بتجنيب إيران دخول في هذا الصراع سيكون واضحا فيما يتعلق بسياسة إيران الخارجية المرشد أكد لرئيس الوزراء العراقي وأكد حتى في خطابه للشعب الإيراني في يوم الحادث بأن الوضع فيها البلاد أو أمور البلاد ستدار بشكل طبيعي وأن السياسة الخارجية الإيرانية والعلاقات مع العراق هي مستمرة وحتى على مستوى المؤسسات الرسمية الإيرانية أكدت باستمرار السياسة الخارجية لكن أعتقد بأن التوقيتات الحالية إيران ستنصب على نفسها وستنكفئ لمدة خمسين يوم لحين انتخاب القيادة الجديدة وفي ذات الوقت أعتقد بأن القيادة الجديدة ستكون أمام ملفات غير منجزة وأمام حالة تكيف مع السياسة التي كانت تتبع من قبل الرئيس الإيراني الراحل بالإضافة إلى ذلك تحديات الداخلية التي تواجهها إيران كل هذه الملفات أنا أعتقد بأنها ستشكل تحديات ليس فقط على نائب الرئيس الذي أشار له المرشد بأنه يتحمل مسؤوليات جسيمة لكن أعتقد بأن هذه التحديات ستمتد إلى الحكومة المقبلة وإلى الرئاسة المقبلة على مستويات متعددة على مستوى السلام الإقليمي الهش هو من الأساس سلام غير مستقر في المنطقة على مستوى علاقة إيران مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بعلاقتها مع الجماعات المسلحة وأيضا فيما يتعلق بمساعيها لتخلص من العقوبات أمام تحديات داخلية طبعا هذه التحديات الداخلية هي تلقي بظلالها على الواقع الإيراني وهي تتصدر أولويات أجندة الحكومة المقبلة شكرا جزيلا دكتور مهند على كل ما تفضلت به من إضاحات إذن كنت معنا من أربيل أستاذ العلوم السياسية دكتور مهند أجنبي ترجمة نانسي قنقر